موسيقى المجيد وسنة سعيدة ان شاء الله علينا وعلى مصر كلها ان شاء الله يعني استهدي كده لو فيه شغل حيبقى فيه انتاج في 2013 وان شاء الله 2014 تكون احسن فلازم نبدأ من دلوقتي استاذ ايمان يعني هاخدك كده وارجع بيك بالذكرة لوارة شوية وامتى بدأت في مجال التصوير الصحفي واختيارك ليه كان ليه اساسا انا بدأت في المجال التصوير الصحفي من حوالي نقول 15 سنة حابب التصوير جدا بحب اكون ورا الكاميرا بحب اسجل كل الاحداث بالكاميرا بتاعتي من كل الاحداث اللي بتحصل في مصر بحب انا اكون بدون الحاجات دي لان بشوف فيها ان انا اقدر اعمل حاجة تسجل للتاريخ واقدر انقل الصورة للمواطن العادي ان هو يقدر يشوف مهنة التصوير الصحفي مهنة شيقة وممتعة بس اكيد مليانة مخاطر ايه اصعب المواقف اللي حضرتك تعرضت لها والله اعتقد معظم المواقف صعبة جدا احنا بنتعرض يعني مؤخرا كده ايه المواقف اللي انت تعرضت له لانه اكيد الواطن عشان دي سجلت بالكاميرا بتاعتك يعني حاجات كتير جدا اكيد في ناس مكتب تتصور مثلا يعني يخدوا الكاميرا بقى ويخدوا لا اقول مؤخرا بعد الثورة ولا قبل الثورة ولا زي بتحب يعني اختار حاجة انت يعني موقف قبل الثورة وموقف بعد الثورة يعني موقف قبل الثورة هو دائما يعني دائما ابدا المصورين الصحفيين متهدين من قبل الاجهزة الامنية وهو بيبقى صيد امامهم سهل معرفش بيتعاملوا مع المصورين الصحفيين بشكل غريب جدا كنت اتمنى ان بعد صورة 25 يناير العظيمة اللي عملها شباب مصر وعملها كل المصريين ان الوضع يضغي للأسف الوضع ما ضغيرش خلينا نقول بحقيقة وده طبعا مرصود في نسبة الزملاء المصورين الصحفيين اللي اتعرضوا للاصابات الكتيرة غير الاصابات من تكسير كاميرات يعني وآخروا من الاحداث الاخيرة اللي حصلت طبعا بدان التحرير يعني بنتعرض لحاجات سيئة جدا والله المفروض انه اللي احنا نعرفه يعني انه مهنة الصحافة او مهنة التصوير الصحفي بيكون مفروض عليها حماية معينة يعني ما بتنزل في اي حدث او في اي مكان فيه مخاطر بيكون عليك حماية معينة سواء الحماية دي بتكون من سواء البوليس هو اللي بيدرب او زي ما شفنا في صورة 25 الان فانتو ليكوا حماية خاصة ولكن اللي شفناه هو غير كده فممكن تكليني شوية عن مفروض فرض الحماية اللي انتو بتتمتعوا بيها بتتمتعوا بيها فعليا قبل الصورة وبعد الصورة ولا ايه اللي حصل له قبل الصورة كان بصراحة كان الوقت الصعب اوي يعني كان اي حد بيشوف من قبل امن بيشوف اي مصور يحمي الكاميرا كان بيتعامل معها مباشرة باي وسيلة وطبعا وسيلة كلها معظمها وسائل صعبة اوي في القامة والكسر والعنف والعنف المباشر والعنف الحاد يعني انا كنت اتمنى ان ده يتغير با هو يعني ايز اقول فيه تغييرات بسيطة اوي انما يعني الوضع مازال صعب فانا نفسي اتعامله زي الدول معظم الدول كلها بتحمي الصحفي بتحمي المصور الصحفي اللي عندنا هنا في مصر البوليس موجود عشان يضرب المصور الصحفي مش عشان ان هو يعني يحمي المفروض ان هو بيقف جنبي وبيسندلي وبيزل لكل العقبات مفروض ان انتو بقى تمتاع بقى ليكم حماية ليكم احنا انا مش مطلوب منهم احنا مش عايزين منهم حماية انا اعتقد بالنسبة للمصور الصحفين كلهم مش عايزين حماية هم يسيبونا بس نشتغل احنا مش يعني مش عايزين غير ان احنا نشتغل يعني في ظل هدوء بعيدا عن الامن لان نتعبنا من الامن فعلا الصورة اللي حضرتك يعني بتلتقطة الصورة الصحفية دي بتبقى على الحياد ولا بتبقى مع او ضد حد يعني ولا صدقيني والله يعني يعني عايز اقول يعني بالصفة عن نفسي وعن معظم الزملاء المحترمين كلنا الكاميرا ما بتعرفش دي جتب وكلنا بننقل الاحداث بواقعية قوي وما يهمناش يعني مش هينفع ان انا ازيف حدث لان دي كاميرا بتلتقط صورة والصورة يعني اعتقد بتبقى معبرة او عن الاحداث اللي بتحصل موجودة صحة والصورة كمان الصحفية بتغني مثلا يعني ممكن اشوف الصورة افهم مش لازم اقرأ الخبر يعني الصورة بتبقى بتشرحي ايه اللي بيحصل بالزبط الصورة يعني اللي بيشوف الصورة وبقى مصور يعني بنقول علينا بلغاتنا مصور شاطر شوية بيقدر يقف في زاوية كويسة يختار زاوية التصوير بتاعته بحيث ان هو يقدرين الى الاحداث للمشاهد بحيث ان هو يقدر من خلال الصورة يتابع كل الاخبار او الاحداث اللي بي بتحصل هو المفروض انه فيه جهة بترد عنكم يعني زي نقابة الصحفيين مثلا لما بيحصل ازاء او مثلا حصل مثلا عدد اصابات كتيرة جدا الصحفيين الفترة اللي فاتت هل النقابة هي اللي بترد على الاصابات زي او على الازاءات اللي بتتوجه ليكم يعني فيه جهة ما بترد عنكم ولا ايه والله هو المفروض ان النقابة هي اللي بتقوم بالدور ده بس يعني غالبا خلينا نتكلم بواقعها شوية بنكتفي بالمؤتمرات وبنكتفي بان احنا نعمل مؤتمر ونجب فيه ونطالب وبنبعض يعني لا بيبقى حتى مؤتمر صحفي معلن بس للأسف ما بنلاقيش اي ردود افعال من الاجهزة الامنية فانا اتمنى من وزير الداخلية الموجود دلوقتي حاليا ان هو يعني بنا توسم فيه ان هو انسان رجل محترم وفعلا احنا مطلوب منه واملنا فيه كبير اوي ان هو يعيد الامن وفعلا بدأ يشتغل يعني انا طالب منه طلب بصفة باسم المصورين الصحفين ان هو يغير النظرة القديمة للمصور الصحف واحنا بقينا كل شيء بقى قدام الناس كلها كل شيء مارئي فعايز اقول انتوا بتخافوا ليه من المصورين الصحفين لا وتبقى نظرة تحضرية زي برا يعني برا بيسيبوا كل المصورين بحريتهم بينقلوا كل حاجة للناس بالظبط يعني يعني عايزوا يتركلي الفرصة في ان انا اوريله حتى لو كان فيه خطأ وهو فعلا بادئ بداية جدة انه فعلا نستعيد الامن طيب سيبني يعني انقلك الرؤية للاحداث اللي بتحصل وابدأ عليك هالي مش يبدأ اضربني ولا كسار لك مارتي دور حضرتك رئيس اه طيب احنا دلوقتي الاول معنا بعض الصور عايزين نتكلم عنها ايفا الصورة دي طبعا ده يعني شارع الشيخ رحان اللي طبعا تم اغلاقه بالكتل الخرسيني اللي انتوا شايفينها دي بس دول مجموعة من الشباب يعني بيحاولوا نحن بقولوا ان احنا سلميين وان احنا رفعين عالم مصر هوت وان احنا متظاهرين ولا بنحد فطوب ولا بنعمل اي حاجة بس يعني نتمنى منكم انكم تفتحوا لنا الشارع لان الازمة بقت كبيرة دي في اخر الاحداث طبعا دي لا تعليق يعني ست مقهورة جدا اعتقد يعني انا عايز اقول في الخلفية فيه طبعا الكنوت العساكر الخيم اللي كانت قدام المجمع طبعا ولع تماما والدخان يكون مغطي على مجمع التحرير والصورة يعني شوف لتعبير واجه السيدة دي يعني حاجة معبرة جدا للاحداثة اللي بتاعسك هي دي اكيد مش البلد اللي احنا كنا نعرف اه اكيد يعني عايز اقول حضرك الصورة دي للمجمع العلمي طبعا انا حزين عليه وخلينا اقول بمصدقية وكون صادق يعني معظم الناس كتير اقول انا واحد منهم انا مكنتش اعرف ان ده المجمع العلمي لدرجة ان انا نوقف قدامه من قبل ما يتحرق يعني ده خسارة كبيرة يعني لنا يعني الكتب طبعا خسارة كبيرة كبيرة وصدقية ما فيش مصري اعتقد ما حزنش على هذا المنصب ايو انا عايز اقول هنا بقى هنا ليه تعليق قوي يعني انا عايز اقول للناس اللي هم بتوع مسكين وزارة الدفاع المدني انتو فين دول مجموعة من الشباب استطاعوا انهم في دول الخرطوم المياه ده بتاع الاطفاق ده ده طالع من النقط من جوه من جوه المجمع كانوا بيستخدموا الجنود لرش المتظاهرين وابعتهم استطاعوا الشباب دوت المحترم ده انه هو ياخد الخرطوم منهم ويبدأ فعلا يطفي بس للأسف كان بعد فوات القواة يعني والصورة ما بتجذبش يعني احنا شايفين ده ايه فرز السندين ده فرز الاصوات بقى نيجي للمرحلة الانتخابية بقى ودي فرز الاصوات واللي المواطن حس فيها قوي انه قد ايه ليه دور وقد ايه ليه صوته معبر فشفنا المصريين وهم بيروحوا ويضلوا بصوتهم ودي فرز بشفافية عشان بس نقول للناس ان ما فيش دي حمل السندين مش مالايك بتروح تحط الحاجة في السندين وتمشي لا لا صدقين احنا كنا معظمنا وقفين طبعا اه دي عايزة تقول ان الصورة دي يعني دي حاجة معبر قوي لراجل عاجز صمم ان هو يحط صوته في الانتخابات يقوبي الأوي باللجنة بطريقة استقبال حافل جدا جدا بصراحة مستحيل طبعا ممكنش بيحصل طبعا في الاول يعني انو سعدوه عايز اقول دي صورة العظيمة ده جيش مصر العظيم ده جيش مصر العظيم اللي احنا بنحبه واللي احنا واللي ايدنا واحنا ايدناه وصفقناه وحبناه ولادنا يعني هبايدنا واخواتنا واللي حمونا واللي يحمونا ولا يفضلوا في ظهرنا طول الوقت. ده الدرع الحامي بتاعنا دول جنود مصر فعلا الشرفاء هم بيساعدوا طبعا الراجل العاجز عشان يطلعوه تاني دور عشان يودوا لغاية اللجنة وتنوم مع الغاية المغلومة ارجع الصورة دي بقى الشارع محمد محمود اللي اصبح بقى مكان تسكاري للناس انها تلتقط فيه الصور التسكارية بعد ما كان يعني اعتقد ان الشارع النهاردة بقى شارع مشهور جدا عالميا يعني لانه هو قابل احداث كتير قوي. يعني مجموعة من الصور حلو جدا. او ده ايه؟ ده بقى دي الصورة دي بتاعة الشعب المصر العظيم اللي خرج عشان يقول يضلب صوته في الانتخابات قد ايه النظام. انا عايز اهو قد ايه الشعب المصر اهو قد ايه منظم قد ايه شعب حضاري جدا انا عايز اقول الطبور ده ممتد مش عايز اكتر من كيلو او اتنين كيلو لافف كده مع اتجاه المبنى والناس مصممة انها تحطوا صوتها بطريقة ملظمة جدا. صورة دي؟ دي الاسف الصورة دي معبرة قوي عن الاحداث اللي كانت بتحصل في شارع محمد محمود والضرب الغازات والغازات المسايلة للدموع. اه مجموعة من الصور هيلة بجد انا يعني تسلم ايدك على الصور اللي انت اللي قطرها لنا دي لان دي بتبقى ارشيف لمصر بعدين لما بيجي الاجيال اللي بعد كده عشان تشوف ايه اللي حصل في مصر يكون عندها فكرة عن اللي حصل في مصر. هي الصور دي هي اللي بترد على التاريخ. اه بتهالي انه من ضمن احسن الحاجات رغم انه 2011 كانت سنة سيئة جدا لكن احلى حاجتين حصلوا فيها. انا عايز اعرف بقى من وجهة نظرك يعني. انا مش عايز اقول وجهة نظري انه ده مايصحش بس انا عايز اقول وجهة نظر الناس انه من احسن الحاجات اللي حصلت في 2011 كانت صورة 25 ناير والانتخابات من وجهة نظرك بقى. يعني احسن حاجتين حصلوا في 2011 أنا هتكلم بالنسبة لصورة 25 يناير أنا عايز أقول اللي عملها فعلا الشعب المصر العظيم اللي وقف من 25 حتى 11 فبراير أنا وجدت فعلا شعب مصر العظيم اللي بيخاف على أهله وناسه وفعلا نازل عشان يتظاهر ويغيب والشعب ده طبعا كل واحد رجع إلى مكان يعني أعتقد ده الصورة لما نجحت وعزل النظام اللي كان قابع فوق نفسنا وخانقنا ودايس على قرامتنا الحمد لله ان هو رحل ومرحلة الانتخابات الجديدة بقى ان شاء الله من نتوسم فيها ان شاء الله لمصر ان يبقى فيها عهد جميل بشباب مصر الجميل اللي عملوا صورة 25 يناير دور حضرتك كرئيس قسم التصوير الصحفي ده بيتطالب من حضرتك أجيد مجهود كبير حضرتك بتعمل ايه و ايه طبيعة هذه الوظيفة والله بالنسبة لقسم التصوير الصحفي في اي جورنان او اي جريدة بيبقى بيقع عليه عبء مسؤولية كبيرة لان هو بيشتغل على جميع الاقسام ولازم المصور يكون في قلب الحدث يعني انا مينفعش عنق الخبر لتليفون او نقلا عن طريق النت لازم يبقى المصور عندي موجود فانا منظوري كرئيس قسم اولا يعني باهتم جدا بسلامة الصحفيين المصورين بيشتغلوا معايا بحاول كددا اكون مأمنهم بحاول اكون بجانبهم في كل معظم الاوقات بحاول يعني اتطمن على سلامته وبوجههم بحيث انهم ينقلوا الحدث المطلقي للحدث دو بيشاف فيها عالية جدا انا لا بنتحز لحد ولا بنيجي مع حد فبزرع فيهم انهم ينقلوا لي الاحداث بشكل مصدقية عالية جدا لان ده ده مهنة مهنة محترمة جدا مهنة شريفة مهنة ان احنا زي بقوله ايه بيهنة البحث عن متاعب فيها متاعب فيها مشقة ولكن فيها الاخر المتعة اللي بيشتغلها الصحفي انه بيقدر يحصل على صورة جيدة بتنقل الاحداث الوقائية يعني انا بشكر حرتك لان انت نورتني النهار ده ونورت نهارك سعيد ونورتنا بصورك الحلوة جدا انت قدمتها لنا النهار ده بشكرك على وجودك مع النهار شكرا لكم يا فاندم ونهاركم سعيد وعام سعيد ان شاء الله مشاهدينا كان معانا الاستاذ المصور الصحفي ايمان موسى رئيس قسم التصوير الصحفي بجريد التحرير نشكر حضرتك ونهارك سعيد شكرا لكم هنعمل ايه بقى هنطلع فاصل وبعدين معانا فكرة جاية معايدة امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم